على الرغم من أنك لا تستطيع أن ترى قلبك ينبوذ داخل صدرك من دون اعتماد تكنولوجيا التصوير المتخصصة إلا أن هناك علامات خارجية مرئية يمكن أن تشير إلى خطو ما في قلبك ونقدم لك في هذا الفيديو عشر علامات غير عادية قد تكشف الإصابة بأمراض القلب قبل الوصول إلى مرحلة النوبة القلبية وبذء المعاناة التي قد تؤدي لقد ذر الله في النهاية إلى الموت إن شعور الشخص بذيق ألم في منطقة الصدر قد يكون نتيجة لأسباب غير متعلقة بأمراض القلب إلا أنه يعد من أكثر أعراض نقص تروية دموية القلبية شيوعا وهو ما يسمى بالذبحة الصدرية وتعد في معظم الأحيان الشعور بهذه الآلام علامات مبكرة لأمراض القلب وتتراوح طبيعة ألم الصدر من شعور بسيط بعدم الارتياح في تلك المنطقة إلى الشعور بآلام وذقت شديدين التعب الغير مبرر والإرهاق الشديد من العلامة المهمة لأمراض القلب كثير من الأشخاص لا يستطيعون حتى صعود درجة أو المشي حتى لمسافات قصيرة قبل حدوث نوبة قلبية وشيكة لاحظ ما إذا كنت غير قادر على القيام بالأعمال الروتينية المؤثدة خاصة إذا كان بإمكانك القيام بها بدون أي مشاكل في وقت سابق قد تكون بسبب بعض مشاكل القلب طور التخمير ويجب أن لا تتجاهلها والإسرع للحصول على الرعاية الطبية تشهد الغافر اليدين في هذه الحالة تغيرا حيث تصبح أكتر كتافة وأكتر تساعا وذلك بسبب إنتاج المزيد من الأنسجة وعادة ما يكون التغيير غير مؤلم ويحدث في كلتا اليدين وهذا التغيير يشير إلى مشاكل في القلب لأن الذم المؤكسج لا يصل إلى الأصابع بشكل صحيح وبالتالي تنتج الخلايا عاملا يعزز النمو في محاولة لتصحيح المشكلة يمكن أن تكون حالة صحة فامك أيضا مؤشرا جيدا لحالة صحة القلب والأوية الدموية فالفام مليء بالبكتيريا سواء كانت جيدة أو سيئة ويمكن للبكتيريا السيئة دخول مجرى الذنب من الفام وتسبب التهابات في الأوية الدموية مما قد يؤدي إلى أمراض القلب والأوية الدموية وقد أظهرت الدراسات أن فقدان الأسنان ولت الملتهبة هي علامات لأمراض القلب يمكن أن يكون تورم الساقين والقدمين على ما على فشل القلب وقد تلاحظ أن الأطراف السفلية تصبح أكثر اتفاخا عندما ترفع حذائك في نهاية اليوم ومن المرشأ أن تلاحظ تورم في الساقين والكحيلين في وقت لاحق من اليوم لأن الجاذب يتزيد من كمية وتغذي الدم في أوريدة الأطراف السفلية يمكن أن يكون شعور بالذوار أوحة الإغماء على معل أن تذبق الذم إلى المخم قياذ وهو سبب رئيسي لسكتات الدماغية والنوبة القلبية والذوخة والإغماء يمكن أيضا أن يكون بسبب انخفاض تغذي الدم والذوار خاصة عند الوقوف بسرعة كبيرة هو أحد الأعراض الشائعة للغاية للأشخاص الذين يعانون من قصور القلب السعال المستمر ليس دائما على ما على أن قلبك يعاني من مشكلة إلا أنه من الأعراض الشائعة للعديد من الأمراض مثل البرد والإنفلوانزة والذهاب الشعاب الهوائية ويمكن أن يكون السعى الذي لا ينتهي على ما على تركم السوائل في رئياتيك وهو علام على قصور القلب الاحتقاني التعرق بدون أي نشاط مرهق هذا يمكن أن يشير إلى نوبة قلبية انتصل بسيارة الإسعاف لأنه سيكون من الخطر أن تقود سيارتك إلى المستشفى عادة ما تكون الشفاء حمراء ولكن يمكن أن تخذ لونا يميل إلى الأزرق في الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القلب وذلك بسفل نظام القلب الأوية الدمية لتوصيل الدم المحمل بالأكسجين إلى الأنسجة والجذير بالذكر يمكن أن تصبح الشفاء الزرقاء بسبب البرد الشديد أو نقص مؤقت في الأكسجين وهي مشاكل يمكن حلها بسرعة انقطاع التنفس النومي هو انقطاع التنفس أثناء النوم بعد أعراض هذا هو اللوهات للتنفس في منتصف النوم والشعور بالإرهاق على الرغم من النوم المتظم والشخير يمكن أن يؤدي لتوقف تنفس إلى ارتفاع ضغط الدم والضغط على القلب وزيادة من خاطر الإصابة بأمراض القلب وإلى هنا مشاهدنا الكرام ينتهي موضوع حلقتنا هذا اليوم نشكركم على حسن المتابعة وإلى لقاء